السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير الكيك بتاعنا النهاردة منتشر للناس كلها بتحب تعمل الدزاين الجميل ده فيه خطوبة فيه عيد جواز فيه عيد ميلاد فيه حفلات عراس افراح مثلا حابين يعملوا الدزاين ده ازاي عملنا اللون على جنب كده من غير ما يدخل على اللون الابيض ازاي يكون املس ونعم زي ما احنا شايفين بالشكل ده زي حبتين الدست على اطراف الكريمة وهي متماسكة دزاين ده هقولك على كل تفاصيل وتابعيني عشان اقولك عليها اول حاجة معي كيك مقاس عشرين القالب بتاعي ده اللي انا بحش فيه هو نفس القالب اللي انا خبست فيه خبست دي ايه سبونش 350 جرام سبونش دي ايه سبونش الجاهز على ربع بضات على معلقة محسن جيل صغيرة ربع كوبية زائد معلقة من المياه فانيليا وخلوا دربتهم في العجان من خمسة لسبعة دقايق حسب سرعة العجان بتاعك او المضرب الكهرباء لحد ما تضعف معي الكوام حطتهم في القالب القالب حطت فيه ورقة زبدة من تحت ودخلتها الفرن درجة حرارة 180 مسخناه طبعا قبل ما بتدي شغل في الكيك ياخد معي وقت قديف الفرن بياخد معي ساعة طلعتها وسبتها تبرد تماما لتاني يوم وتدي تشتغل فيها انا بحشي طبقات الكيك بتاعتي كريمة وكمان بضيف عليها حشوة اي حشوة انت حباها شوكولاتة سنيكرز اي حشوة انت بتفضليها مكسرات ضيفيها انا الحشوة عندي سنيكرز وبحب ادوبها بمعلقة زيت علشان تكون لينة قدر اوزحها بالشكل ده ضربت درقة دي كريمة ضربت معي كوبية من الكريمة على كوبية ونصف مية متلجة معلقتين سكر معلقتين لبن بودر ولما تضعف معي القوام بتديت ان انا احشي بيه الكيك دخلتها الفرن خطوة الحشوة فيه القالب بتاع الخبز ده بيخلي طبقات الكيك تكون متساوية زي ما احنا شايفين كده ما بيكونش بارز من الكيك من الحواف اي حاجة الكريمة بس اللي كانت طالع معي بتديت ان انا ايه اجلسها على الكيك والكريمة برجع اضربها تاني علشان اي هوا زيادة فيها يطلع وبتدي اغلف معي الكيك بدي طبقة زي ما احنا شايفين بالكيس الحلواني او بالسكرابر حسب ما ايدك متعود الناس اللي حابة ان هي تجرب بالكيس ومبتدئة تقدر ان هي تتحكم في موضوع الكيس ده بيكون مريح جدا جلست السطح عندي بالكريمة بالشكل ده وهبتدي اجلس الجوانب الجوانب انا هبتدي اعمل فيها شكل اللي هو الخطوط بالسكرابر المشارشر بيدي شكل حلو جدا في الكيك بيبقى مختلف او لو حبينا ننظيف عليه حاجات بيكون شكله حلو جدا ده المشط اللي كان موجود عندي بييجي تلاتة كده مع بعض مش غالي على فكرة موجود في مستلزمات الحلويات ببتدي ان انا امشي على الكيك بالشكل ده الدزاين بتاعه او الكيك بتاعي كان مرتفع فالسكرابر بتاعي مش جايب الكيك من فوق لتحت فانا بامشي من تحت وبعدين باجي من فوق هنلاحظ ان السطح من فوق الكريمة الزيادة باخدها من برا لجوه لحد ما وصل لسطح املس وناعم مظبوط جدا لان ده مش هبتدي اشتغل في اي حاجة لو لاحظنا في جنبي هنا بين الكريمة او الكيك فيه انا هبتدي ادمج اللون بتاعي اللي انا هضيفه دلوقتي على جنب الكيك انا همسح البورد وجاهز معي ان انا ابتدي ادي الشكل النهائي الدزاين النهائي ازاي نغير درجات اللون اتكلمني قبل كده في كل مرة كيك فيها الوان ان احنا بنضيف درجة اللون دي تدريجيا ما بنضيفش اللون ده مرة واحدة انتي بتضيفي واحدة واحدة لحد ما توصلي للشكل المظبوط لو نلاحظ ان انا هنا لقيت اماكن فيها الكريمة مش مظبوطة فبارجع عليها بالسكرابر عادي لحد ما وصل للشكل اللي انا عايزاه وكمان السطح لازم اخليه املس ومظبوط جدا باقي الكريمة بتاعتي ببتدي اغير فيها درجة اللون انا عندي هنا اللون البنك او الزهري ببتدي اضيفه على الكريمة وكمان حضيف عليه نقطة من اللون الازرق علشان اغير درجة اللون درجات اللون دي انت بتغيريها تدريجيا بتضيفيها واحدة واحدة لحد ما توصلي الدرجة اللي انت عايزاها اي لون انت حبايا طول ما عندك الالوان الاساسية اللي هي الاحمر والازرق والاخضر والاصفر فانت تقدري في تغيير اي درجة لون انت برحتك حطيت الكريمة اللي انا غيرت لونها في كيس وابتديت ان انا امشي على جوانب الكيك اذا انت مش هتتحكمي في النقطة دي فهاتي خلت اسنان او عصاية الشيش طوب وحددي انت حتحطي درجة الكريمة دي فين فانا هنا ابتديت ان انا عملها بشكل كده متناسق علشان خاطر اوصل للشكل اللي انا عايزيه انا عايزة يبان معي الكريمة البيضة دي بس مش كتير فابتديت ان انا اشوف بعنايا كده انا هضيف الكريمة الحد فين وهشتغل فيها او هوزعها بالشكل ده ازاي نجلس الكريمة اللون ده من غير ما ندخل على الكريمة البيضة بشكل حلو جدا السكرابر بتاعي الصغير ده ببتدي ان انا اوزع الكريمة اللي هي اللون اللي انا حطيته ده على الكريمة باجي عند بداية الكريمة ما انا حطيتها او بداية اللون ان انا اخدها وامشي بيها على نفس اللون لكن مش هينفع ان انا اخدها وامشي بيها على اللون الابيض كده انا هزود على اللون الابيض كمية كتير شايفين ببتدي منين الخطوة دي مهمة جدا ان انت تشوفي انت هتجلسي من الاتجاه نفسه على نفس درجة اللون لكن ما تخدهاش على اللون الابيض انا هجلسها واحدة واحدة واخسل السكرابر بتاعي من وقت للتاني علشان يديني سطح املس ونعم بغير بقى من السكرابر ده للسكرابر التاني المهم ان انا شغلي كله يكون مظبوط ونعم اي واحد فيهم هيفتني في الشغل فببتدي ان انا اشتغل به واللون زي ما قلنا ان احنا هبنمشي باللون يعني باتجاه اللون اللي انا بجلس فيه لكن ما ممشيش على درجة اللون التانية وبامسح البورد بتاعي لحد ما نضفه كويس جدا عشان الشغل بتاعي يبين مظبوط وبعد ما جلست الكيك بتاعتي بدرجة اللون التانية اللي انا ضفتها هبتدي ان انا احط اللون عندي الدست الدهبي بضيف عليه يا نقطتين مية المهم ان انا الدست بتاعي ما يكونش سايل كتير يعني بيكون متماسك شوي يا تحطي نقطتين مية يا تحطي زيت المهم ان انت زيت بتاعك يكون نكهته كويسة ما يكونش ليه ريحة اللي بفيه الدست فيه مزيب الدست موجود في مستلزمات الحلويات بس احنا اللي متوفر عندنا بنقدر نشتغل بيه ببتدي امشي بالفرشة ببساطة كده بالراحة علشان ما طلعش الكريمة معي على الاطراف اللي انا عملتها بالشكل ده حد ما اعمل حواف باللون الدست شكلها حلو جدا وما تسيلش مني على الكريمة خلصت الاطراف اللي هي في الجنب وبتديت اعمل من فوق بالشكل ده الدست اللي باقي معي بتديت ان انا اعمل منه خطوط على الكريمة البيضة ازا مش هتعرف النقطة دي او حابة تستغني عنها براحتك لكن ازا مش هتعرف تعمليها فممكن تعملي الخطوة دي خطوط الدهبي دي او الدست على الكريمة البيضة قبل ما تجلسي باللون التاني علشان ما اضفيش الدست على اللون اللي احنا حطيناه دلوقتي وبمسح البورد بتاعي كويس جدا ويعندي الشكل ده او الدزاين ده بتاع الاكليريك بشتريه من مستلزمات الحلويات غير قابل الاكل بيكون بس شكل كده على الكيك ممكن نستبدله بكور من الشوكولاتة الملدن بتاع الشوكولاتة الكور ده فاحنا بنغلفها شوكولاتة وممكن نغير لونها برضو بالدست ونغير لونها اي لون احنا حابينه الشوكولاتة بنستعمل لها الوان طعام الزيت عشان خاطر تنفع مع الشوكولاتة منفعش استعمل للشوكولاتة الوان جيل او اي لون تاني عشان خاطر بتفصل معي الشوكولاتة لو حبينا نعمل الشكل ده بالشوكولاتة بوزع انا الكور بتاعتي دي او الدزاين بتاع الاكليريك ده بشكل انا شايفة ايه مناسب يعني بحط الكبير وصغير بدمج اللون او الاحجام مع بعض عفوا بدمج الاشكال مع بعض او الاحجام عشان تديني شكل نائي ممكن بقى نعملها لخطوبة نعمل دبلة وخاتم كده ونحطها فوق الكيك دي خطوبة ممكن نحط طوبر هابي بيرس دي ببقى شكل حلو جدا ان شاء الله يراب تستفاتوا من الدزاين ده وتجربوه وتعرفوا ايه الخطوات اللي لازم تتبعوها عشان تنجح معاكم لو عجبك الفيديو قوليه اللي رأيه في الكومنتات لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس لقاطيب الوصفات مع نوفا انتظروني الجزء التاني من الكيكة دي واحنا بنقطعها وحنقول قد ايه بتكفي افراد في الفيديو اللي بعد كده ان شاء الله اسابكم في رعاية اللي انتظروني باي باي